اشتركوا في القناة الخصائص اللازمة للمنتجات بحيث انها تتحمل الضغوط والاحمال اللي بتاعة تحملها نتيجة عمليات التشغيل يعني في الغالب عندنا منشآت معدنية ذاكباري زي الجملونات دي بتحمل عليه احمال الاحمال ديت المفروض ان احنا نبقى عارفين مقدار الاحمال قبل ما نشتغل عارفين المنشآت دي هتقدر تتحمل الاحمال دي ولا من خلال مادة الميكانيكا بندرس كافة انواع القوة والاحمال اللي بتأثر على المنشآت المعدنية درس النهاردة بيكلم عن الجهد والانفعل طبعا كلمة جهد هي جاية من تحميل المنشآت او المنتج لقوة القوة دي بتأثر عليه نتيجة لزيادة الاحمال اللي بيتحملها فاحنا عندنا الجهد والانفعال عندنا بداية الجهد اللي هو الشق الاولاني الجهد ينقسم لاربع انواع الاربع انواع مختلفين من حيث الكيفية لكن هي الفكرة تقريبا قريبة لان تأثير القوة هو اللي بيؤدي الى تغيير النوع بالنسبة للجهد فلو بصنا كده عندي انواع الجهد نتعرف الاول على الجهد ايه هو الجهد الجهد او تعريف الجهد هو القوة المؤثرة على وحدة المساحة من مقطع الجسم عموديا على خط عمل القوة يعني القوة بتأثر على مساحة قوة بتأثر على مساحة المساحة بتاعت المنتج او الجسم اللي عندي نفترض ان انا عندي صاق معدني الصاق المعدني دوت مستدير القطاع او مربع او مسلس او اي شكل من الاشكال اثرت عليه قوة سواء القوة دي بالشد او الضغط ده بقول عليه اجهاد او جهد طيب الجهد عندي هنا بيساوي قوة على مساحة قوة مؤثرة على وحدة مساحة للجسم او للخامة اللي موجودة عندي طيب الجهد انا برمزله بالرمز جيم القوة عندي برمزله بالرمز واو عندي المساحة برمزله بالرمز ح طيب نشوف كده انواع الجهد اول حاجة عندي النوع الاولاني اللي هو جهد الشد طيب جهد الشد من اسمه هو ناتج عن تأثير قوة شد يعني انا عندي قوة شد بتأثر على الجسم ساق معدني اثرت عليه بقوة شد ربطته في منجلة واثرت عليه بقوة شد سواء سلك او سواء خامة معدنية ده بقول عليه او اللي بينتج عنه بينتج عنه جهد شد طيب جهد الشد المفروض انه لعب رمزه بالرمز جيم شيد ده دلالة على ان الجهد الواقع على المنتج او على الخامة جهد شد طيب بيسوي ايه جهد الشد بيسوي قوة اللي هي واو على مساحة اللي هي حا طيب الواو انبص الله ان هي قوة المؤسرة اللي هي قوة شد والمساحة طبعا اللي هي مساحة مقطع الجسم وتأثير القوة لازم يكون تأثير عمودي عشان نقدر نقول ان ده جهد طيب عندي بعد كده النوع التاني من الجهد اللي هو جهد الضغط من كلمة جهد الضغط او من المفهوم بتاع جهد الضغط هو نتج عن قوة ضغط طيب جهد الضغط بيساوي اللي هو جيم ضغط بيساوي واو على حا طيب اللي هنا بتفرق عن النوع الاولاني اللي هو جهد الشد في ايه ان في جهد الشد بتبقى قوة شد انما بالنسبة لجهد الضغط بتبقى قوة ضغط قوة ضغطة على الجسم والمساحة اللي هي مساحة مقطع الجسم نفسه طيب نجي نشوف النوع التالت من انواع الجهد هو جهد القص جهد القص من اسمه هو ناتج عن قوة قص لما يبقى عندي جزء معدني واثرت عليه بمقص او بقى لحد عشان اقطعه ده بقول عليه جهد قص طيب لما جي ابوص جهد القص الرمزي بتاعه جيم قاف بيساوي واو برضو اللي هي القوة المؤسرة على ح اللي هي المساحة طيب الفرق بين الح هنا والح في النوعين الاولين اللي هو جهد الشد وجهد الضغط ان في جهد الشد وجهد الضغط بيبقى تأثير على ساق معدني لكن بالنسبة الجهد القص بيبقى تأثير على المصمار المتصل اللي هو بيصل قطعتين المشغولة سواء مصمار برشام او مصمار الووز او كويلة دي حاجات بستخدمها للربط بين جزئين معدنيين القوة هنا ما بتبقاش موجودة على الجزئين المعدنيين القوة هنا بتبقى على المصمار او الشيء اللي بيصل ما بين القطعتين طيب يبقى جهد القص بيساوي اللي هو جيم قاف بيساوي واو على ح الواو اللي هي القوة المؤسرة اللي هي اللي بتأثر على الجسم والح اللي هي مصحة مقطع المصمار وزي ما هنشوف الرسمة اللي جاية كده وصلة برشام عندي مكونة من قطعتين القطعة الاولى وقاد القطعة التانية القطعتين دول انا بعمل عملية تأب فيهم واستخدم مصمار برشام عشان اقدر اوصل القطعتين ببعض دي وسيلة من وسائل الوصل بين المعادن عندي وسائل طبعا مختلفة واحنا عارفينها اللي هي سواء وصل دائم او وصل شبه دائم او وصل مؤقت انا عندي الوصل بالبرشام يعتبر شبه دائم لان انا ممكن استخدم البرشام وبعد فترة ممكن افك مصمار البرشام تمام عندي وصل دائم زي اللحام ففي بعض المنتجات ما ينفعش استخدم فيها غير البرشام فانا بستخدم هنا البرشام بيبقى عندي قطعتين وبعدين بجيب مصمار برشام المصمار البرشام دا اللي هو وسيلة الربط بين الخصطين او الجزئين المعدنيين طيب في الحالة دي لما يبقى عندي وصل مكونة من خصطين ومكونة من مصمار برشام في الحالة دي انا بستخدم القانون الاولاني اللي هو اللي انا قلته اللي هو جود القص اللي هو جيم قاب بيساوعه على الحالة طيب لو اختلف عندي عدد الخوص جود القص في الحالة عندي جود القص بيساوعه على حا في نون طيب اللي زادت نون هنا لان النون دي عدد المسامير انا لما بستخدم خصطين ممكن استخدم مصمار برشام واحد لكن لو زاد عندي عدد الخوص زي ما انا هشوف كده او عدد اطراف الوصلة بحتاج ان انا اسبت الوصلة اكتر فبستخدم عدد مسامير اكتر تمام فهنا في الحالة دي انا بستخدم يعني عدد مسامير زيادة شوية للخوص في حالة خصطين مع زيادة عدد المسامير بستخدم القانون اللي هو جيم قاف بيساوعه على حا في نون طيب ده القانون التاني الجود القص القانون التالت لو زاد عدد الخوص عن اتنين عندي هنا جود القص بيساوعه وعلى حا في نون في سين زي ما احنا شايفين القانون طيب الفرق بين القانون ده والقانون اللي قابله اني انا زادت سين السين دي اللي هي عدد اطراف الوصلة ناقص واحد اللي هي عدد مستويات القص بالنسبة للمصمار المصمار الوصل بين قطعتين المعدن اللي انا بوصلهم سواء خوص او اجزاء معدنية المصمار ده بيبقى متوصل بالقطعتين تأثير القوة هنا لما بأثر بالقوة بيبقى على المصمار مش على الخصطين او على قطعتين المعدن لان الشد او الضغط القطعتين متسبتين بالمصمار يعني المصمار هو الوصل بين القطعتين فاي تأثير للقوة هيبقى على المصمار مش هيبقى على الخوص نفسها زي في حالات جهد الشد او جهد الضغط طيب فبص هنا لشكل لو عندي ثلاث خوص بوصل الثلاث خوص دول هيستخدم طبعا اكتر من مصمار فبالتالي هيبقى القانون تمام ده في حالة لو استخدمت اكتر من خوصتين يبقى قلنا جهد القص ليه ثلاث قوانين القانون الاولاني جيم قاف بيسوعه على حح بس لما بيستخدم خوصتين ومصمار واحد طيب لما يزيد عدد المسامير استخدم القانون التاني اللي هو جيم قاف بيسوعه على حح في نون في الحالة التالتة لو زادت عدد اطراف الوصلة بيستخدم القانون التالت اللي هو بيقول لي جيم قاف بيسوعه على حح في نون في سين طيب نيجي للنوع التالت من انواع الجهد اللي هو جهد القص الصاقب من كلمة جهد القص الصاقب ان هو الهدف منه اجراء عملية صاقب للمعدن ده بيستخدم مع الشرائح المعدنية لو عندي قطعة من الصاج او قطعة من النحاس او الالمونيوم شريحة والشريحة دي انا عايز اعمل فيها تفريغ سواء التفريغ ده كان بشكل دايرة او مربع او مسلس او اي شكل من الاشكال الهندسية باستخدم في الحالة دي صنبك الصنبك ده بيبقى واخد شكل القطاع اللي انا عايز افرغه يعني انا عايز افرغ فرغ مسلس باستخدم صنبك المقطع بتاعه مسلس عايز استخدم او عايز اعمل صقب يكون صقب مربع باستخدم صنبك الصنبك ده بيبقى شكل المقطع بتاعه مربع بنفس المقاسات طبعا اللي بستخدمها اللي انا عايز افرق بيها الشكل يبقى شكل مربع بنفس مقاسات السمبك اللي انا بستخدمه طيب جهد القص الصاقب هنا برمز له بالرمز جيم قاف سيه الجيم قاف سيه جهد قص صاقب طيب بيسوي ايه جهد القص الصاقب جهد القص الصاقب عندي بيسوي واو برضو يعني قوة مؤسرة اقولنا اتفقنا في الاول ان الجهد يعني قوة على مساحة فهلاقي في الاربع قوانين بتاع الجهد الواو عامل اساسي يبقى الواو على ميم فته الميم اللي هي محيط الصاقب نفسه لان تأثير الجهد القص الصاقب بيبقى على الاطار الخارجي للشكل بتاعي اللي انا عايز افرقه ما بيبقاش على المساحة الداخلية للشكل يعني لو انا عندي مسلس مسلس طول دلعو 5 سنتي انا بشتغل على المحيط بتاع المسلس اللي هم التلات اضلاع بتاع المسلس ما بشتغلش عن مساحة الداخلية بتاعت المسلس في حالة جهد القص طبعا الواو اللي هي القوة المؤسرة الميم اللي هي محيط الصاقب نفسه الته اللي هي السمك او التخانة تمام نيجي بعد كده الوحدات العلمية للجهد الجهد ده عبارة عن قوة على مساحة وحدات القوة معروفة اللي هي بالطن والكيلو جرام وحدات المساحة ممكن يبقى بالسنتيمتر المربع او بالمليمتر المربع نشوف كده يمكن قياس الجهد بالوحدات الاتية الحالة الاولانية اللي هي طن على السنتيمتر المربع وحدة القوة بالطن ووحدة المساحة بالسنتيمتر الايه المربع نبص للحالة التانية لو انا عندي القوة بكيلو جرام والمساحة بالسنتيمتر الايه المربع الحالة التالتة لو انا عندي القوة بالكيلو جرام والمساحة بالمليمتر المربع طيب نشوف كده امثلة على الكلام اللي احنا قلناه على الجهد الشد اللي احنا قلناه في الاول بيقول لي مثال مثال واحد شدد من الصلم قطره اربعة واثنين من عشر سنتي تؤثر عليه قوة شد مقدارها ستة واربعين طن اوجد جهد الشد الواقع عليه مقدرا بالكيلو جرام على المليمتر المربع يبقى في الحالة دي هو مديني مديني القطر بالسنتي ومديني القوة بالايه بالطن طيب هو طالب عندي ان انا اجيب الجهد بالكيلو جرام على السنتيمتر الايه المربع في الحالة دي بعمل عملية تحويل للطن لايه لكيلو وبعمل عملية تحويل بالنسبة للقطر اللي عندي بدل ما هو بالسنتي هخليه بالملي طيب هعمل ايه هنا هجيب هنا اول حاجة القطر عندي اربعة واثنين من عشرة عشان احول من سنتي الملي بدرب في عشرة يبقى الاربعة واثنين من عشرة هتبقى اتنين واربعين ملي بالنسبة للقوة القوة بالطن ستة واربعين طن هضربها في الف عشان احولها لكيلو جرام هيبقى عندي ستة واربعين الف كيلو جرام دي اول حاجة بعملها ان انا ببص للوحدات اللي موجودة عندي في المسال او في المسألة الوحدات دي لازم ان انا اشتغل عليها اوحدها مع اللي هو طلبه مني طيب حولت الطن الكيلو وحولت السنتي الملي ابتدي اشتغل الحل عندي اول حاجة انا طبعا هو مديني قطر ومديني قوة مش مديني مساحة ومش مديني وعايز ايه وطالب الجهد طب من القطر ده اقدر اجيب المساحة لما يبقى عندي دايرة قطرها اربعة واثنين من عشرة عايز اجيب المساحة بتاعتها المساحة بتسوي طه نق تربيع المساحة بتسوي طه نق تربيع الطه عندي معروفة ان هي اتنين وعشرين على سبعة والقطر عندي هو مدهولي اتنين واربعين ملي انا عايز نص القطر يعني نص القطر نص الاتنين واربعين واحد وعشرين يبقى المساحة بتسوي اتنين وعشرين في واحد وعشرين في واحد وعشرين على سبعة طيب الناتج بتاع المساحة هيساوي ايه هيساوي 1386 ملي متر مربع يبقى دي مساحة الايه مساحة الشداد اللي انا عايز اجيب له الجهد طيب ننتقل للحاجة التانية اللي هي الجهد انا جبت المساحة وعندي القوة اقدر اقول ان جهد الشد بيساوي واو على حا تمام الواو عندي ب46000 والحاو عندي 1386 اقسم ال46000 على 1386 تمام هيديني جهد الشد ب33 و189 من 1000 كيلو جرام على الملي متر المربع وده المطلوب في المثال الاولاني يبقى انا اول حاجة بابدأ عشان احل المثال صح وعشان ابدأ صح ان انا اشوف هو طالب الجهد بالكيلو جرام او بالطن اقدر احول الوحدات اللي هو مدهاني الاول من طن الكيلو ده من نسبة للقوة واحول من صنط الملي بالنسبة للمساحة او للقطر اللي هو مدهاني اللي انا بستخدمه عشان اجيب منه المساحة نيجي كده نشوف مثال تاني مثال التاني بيقول لي علقت نجفة بوسطة مصورة قطاعها دائري قطره اتنين واربعة من عشر سنتي اثرت عليه قوة شد قدرها اربعين سوق لطن اوجد كل من جهد الشد ومحيط القطاع معنى ان انا عندي نجفة اتعلقت في مصورة او اتعلقت في جنش او اتعلقت في جزء معدني الجزء ده قطره عبارة عن دائرة الدائرة قطرها اتنين واربعة من عشر سنتي اثرت عليه قوة شد اللي هي القوة المؤسرة اربعين سوق لطن هو طالب عندي هنا جهد الشد وطالب محيط القطاع طيب بالنسبة الاول حاجة بعملها طبعا بطلع المعطيات اللي هو مدهاني هو مديني هنا القطر اتنين واربعة من عشر سنتي ومديني الواو اللي هي القوة باربعين طن هنا مش محتاج ان انا حاول زي المسألة اللي فاتت لان هو ما يطلبش مني ان انا اشتغل بكيلو جرام على الميلي او كيلو جرام على السنتي هو سابها المسألة بحلها بنفس الوحدات اللي موجودة عندي طيب اول حاجة بعملها انا عندي طبعا عشان اجيب الجهد لازم يتوفر عندي المساحة ويتوفر عندي القوة القوة موجودة اللي هي واو والمساحة مش موجودة اقدر اجيبها من القطر اللي هو مدهون فبقول ان المساحة حا بتساوي طه نق تربيع لان دي عبارة عن دايرة مساحة الدايرة اللي هي طه نق تربيع طيب ابتدأ اقول ان حا بتساوي طبعا الطه اتنين وعشرين على سبعة بعمل شرط الكاس باكتب اتنين وعشرين فوق وسبعة تحت واضرب في نص القطر ومديني القطر اتنين واربعة من عشر يعني نص القطر واحد واثنين من عشرة لما اضرب اتنين وعشرين في واحد واثنين من عشرة في واحد واثنين من عشرة على سبعة هيديму المساحة بتاعتي اللي هي اربعة وخمسمائة ستة وعشرين سنتيمتر ايه مربع دي الخطوة الاولانية في حال المسألة ان انا اجيب المساحة بعد ما بجيب المساحة اقدر ان انا اشتغل على المساحة والقوة اللي هو مدهاني عشان اجيب الايه الجهد المطلوب اللي هو جهد الشد طيب جهد الشد بيساوي واو على حا تمام ابتدي اقول الواو عندي بكام باربعين سقل باربعين سقل طن او باربعين طن المساحة انا لسه جايبها اللي هي اربعة وخمسمية ستة وعشرين من الف لما اقسم اربعين على اربعة وخمسمية ستة وعشرين من الف الناتج عندي هيبقى 832 من الف طن على السم المرارب ده كده بالنسبة لجهد الشد اللي بيقسر على النجفة جهد الشد المؤسر للقوة اللي بتقسر على النجفة هيبقى 832 من الف طن على السم المرارب طيب هو طالب مطلوب تاني بالنسبة للمثال ده انه هو عايز محيط القطاع طيب محيطة القطاع القطاع عبارة عن دايرة محيطة الدايرة بيساوي ايه بيساوي بيساوي طه قاف طه قاف طه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي موجودة عندي والقاف اللي هي القط طيب نيجي بعد كده عندي مثال ثالث شدد من الصلب قطاعه مربع طول ضلعه اربعة سنتي اثرت عليك قوة شد قدرها مية وخمسين سوك لكيلو جرام اوجد جهد الشد لو بصت لكل المسائل اللي فاتت هو بيديني القوة وبيديني طول الضلع بتاع الشكل اللي انا عايز اللي بيأثر عليه القوة لو عندي مربع طول ضلع اربعة او لو عندي دايرة بيديني كطرها لو عندي اي شكل بيديني معلومية اقدر اجيب منها المساحة بتاعتي عشان اقدر اسم القوة على المساحة فيديني الناتج بتاعي اللي هو الجهد طيب شدد من الصلب قطاعه مربع طول ضلعه اربعة سنتي اثرت عليه قوة شد قدرها مية وخمسين سوك لكيلو جرام اوجد جهد الشد طيب في الحالة دي اول حاجة طبعا بعملها ان انا بجيب بقول ان جهد الشد بيساوي او على ايه على ها دا القانون الاساسي ابتدي اجيب بعد كده الايه المساحة الحاق اللي هي مساحة الايه المربع حاق بتساوي المربع عندي طول ضلعه اربعة سنتي هيبقى طول الضلع في نفسه يعني اربعة فاربعة اربعة فاربعة يعني مساحة المربع هتبقى ستاشر سنتيمتر مربع نيجي بعد كده للخطوة التانية انا جبت المساحة وعندي الايه وعندي القوة من الدهاني من الاساس فبقسم القوة على المساحة القوة عندي مية وخمسين والمساحة عندي ستاشر سنتيمتر مربع هيديني الناتج عندي تسعة وتلتمية خمسة وسبعين من الف كيلو جرام على السنتيمتر الايه المربع طيب انا كده الجهد الشد اللي احنا شغالين عليه النهاردة عندي اشكال مختلفة ممكن اشتغل عليه عندي دايرة عندي مربع عندي مسلس عندي اشكال كتير جدا للقطاعات المعدنية ممكن استخدمها في الامثلة بتاعدي طب نبص كده لو انا عندي مسلس المسلس المساحة بتاعته طول الضلع بتاعه مربع لو هو عندي مسلس متساول اضلاع مربع الضلع في المعامل حسابي المربع الضلع اللي هو طول الضلع في نفسه المعامل الحسابي بالنسبة المسلس ربعمائة تلاتة وتلاتين من الف يختلف عن المربع المربع عندي المعامل حسابي بتاعه واحد صحيح فبدرب طول الضلع في نفسه في واحد عشان كده لما باجي مساحة المربع زي المثال ده قلت مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه طيب بالنسبة للدائرة المساحة بتاعي بتاعيها بتاعها نق تربيع كل قوانين المساحات والمحيطات والمحيط اللي احنا خدناها في السنين اللي فاتت بنستخدمها في مادة الميكانيكا السندي عشان نبقى برضو عارفين ان المسائل بتاعت الجهد ممكن يجي لي اي شكل اقدر اجيب المساحة بتاعته وفي بعض الحالات بيديني المحيط واقدر ان انا من المحيط استنتج طول الضلع او القطر عشان اقدر اجيب المساحة بتاعته طيب الاشكال المختلفة لو انا عندي مضلعات منتزمة لها حاجة اسمها المعامل الحسابي المعامل حسابي ده الكل مضلع مختلف عن التاني يعني لو انا عندي مسلس متسول اضلع اضلع متساوية شرط المضلعات المتزمة ان الاضلع كلها تبقى متساوية اضلع متساوية يبقى عندي طول الضلع في نفسه في المعامل الحسابي بالنسبة المسلس اربعمائة تلاتة وتلاتين من الف بالنسبة للمربع واحد صحيح بالنسبة للمخمس اللي هو المضلع شكل الخماسي واحد واتنين وسبعين من الف من مية بالنسبة للمسدس اتنين وستة من عشرة بالنسبة للمسبع سبعة وتلاتة وتمانين من مية بالنسبة للمسمن تمانية وتلاتة وستين من مية دي كلها مضلعات المنتظمة لو انا عايز اجيب الايه المساحة بتاعتها بضرب مربع الضلع في المعامل الحسابي طيب بالنسبة للمحيط لو انا عايز اجيب محيط لأي مضلع منتظم اقدر ان انا اضرب طول الضلع في عدد الاضلع بتاعت يعني كمثال لو انا عندي مثلث مساوي الاضلع المحيط بتاعته بيساوي طول الضلع في عدد اضلع المثلث اللي هو 3 لو انا عايز اجيب مساحة المحيط المربع اقدر اضرب طول الضلع بتاع المربع في عدد اضلاعه اللي هو اربعة لو اعايز اجيب المحيط بتاع المخمس بضرب طول الضلع في عدد الاضلاع اللي هم خمسة لو المسادة سيبقى طول الضلع في ستة وهكذا المضلعات المنتزمة بالنسبة للمحيط بضرب طول الضلع في عدد الاضلاع طيب بالنسبة للمساحة المضلعات المنتظمة بضرب مربع الضلع في المعامل الحسابي زي ما احنا قلنا المعامل الحسابي بيختلف من مضلع الاخر طيب نيجي نشوف بعد كده لو انا عندي مثال تاني يقول لي عمود من الخرصانة قطاعه مسلس متساوي الاضلع محيطه 21 سانتي اثرت عليه قوة قدرها 50 سوق لكيلو جرام اوجد جهد الشد طيب في الحالة دي هو مديني المحيط بتاع المسلس 21 سانتي طيب محيط المسلس 21 سانتي انا عندي هنا ال 21 اقدر اجيب منها طول الضلع بتاع المسلس زي ما احنا قلنا دلوقتي ان انا عندي المسلس المحيط بتاعه بيسوي طول الضلع في 3 طيب لما يبقى عندي 21 اقدر من ال 21 اجيب طول الضلع ان انا اقسم الواحد وعشرين على التلاتة هيديني طول ضلع المسلس اللي هو السبعة سنطي نشوف كده اول حاجة بعملها بجيب محيط المسلس بيساوي لام في تلاتة محيط المسلس بيساوي لام في تلاتة المحيط عندي اوام الدهوني واحد وعشرين الواحد وعشرين بتساوي اللام في تلاتة اللي هو طول الضلع في عدد الاضلع طيب لما اجيب اللام يبقى بقسم الواحد وعشرين على ايه على التلاتة يعني هيديني سبعة سنطي طيب انا جبت كده محيط المسلس اقدر بعد كده اجيب من المحيط ده اخده واجيب المساحة علاقة المساحة بالمحيط ايه احنا قلنا بالنسبة للمسلس انا عندي المسلس المحيط بيساوي طول الضلع في عدد الاضلع اللي هو تلاتة لكن بالنسبة للمربع بالنسبة للمسلس او للمربع او المضلع بيساوي ايه مربع الضلع في المعامل الحسابي يعني بضرب طول الضلع في نفسه في المعامل الحسابي انا طلعت الضلع بتاعي ب7 يبقى هاجي هنا هقول 7 في 7 في المعامل الحسابي بتاع المسلس اللي هو 433 من 1000 طيب 433 من 1000 في 7 في 7 الناتج عندي هنا هيديني المساحة بواحد وعشرين ومتين وسبعتاشر من الف سنتيمتر مربع انا كده جبت المساحة اقدر بعد كده من المساحة اقدر اجيب جهد الشد طيب جهد الشد زي ما احنا متفقين بيساوي واو على حا الواو عندي اللي هي القوة والحا اللي هي المساحة اللي انا جبتها يعني جهد الشد بيساوي خمسين على واحد وعشرين ومتين وسبعتاشر من الف اللي هو مساحة المضلع بتاعي طيب لما اقسم خمسين على واحد وعشرين ومتين وسبعتاشر الناتج عندي هيبقى اتنين وتلتمية سبعة وخمسين من الف كيلو جرام على السنتيمتر المربع طيب احنا اتفقنا ان انا عندي وحدات للقوة ووحدات للمساحة وحدات القوة زي ما احنا قلنا الطن والكيلو جرام وحدات المساحة السنتيمتر مربع والملي متر المربع هنا عندي القوة بالكيلو جرام والمساحة طلع بالسنتيمتر المربع لان طول الضلع بالسنتيمتر المربع طيب بالنسبة لجهد الضغط جهد الضغط ينشأ جهد الضغط او اجهاد الضغط عندما تؤثر قوة عمودية خارجية تؤدي الى تقصير المادة او الى ضغط جزئيتها بمعنى ايه بمعنى ان انا عندي قوة القوة دي ضغطة على المعدن او على المنطق بتاعي او على الخامة بتاعتي القوة الضغطة هنا بتؤدي الى انكماش المعدن طيب انكماش المعدن ناتج عن تأثير قوة ده بقول عليه جهد ضغط اللي هو كومبريسيف استريس طيب بينشأ جهد الضغط نتيجة قوة عمودية بتؤثر على الصاق المعدني او على مساحة المقطع بتاعة الصاق المعدني اللي انا بشغل عليه او الخامة اللي انا بشغل عليها ويقال ان في الحالة دا يت بيقال ان المادة في حال الضغط والقوة المؤسرة هي قوة ضغط زي ما احنا اتفقنا ان انا عندي انواع للقوة قوة شد قوة ضغط قوة قص قوة قص صاقب هي كلها انواع قوة ولكن بتختلف لان هي بتختلف في النوع الجهد اللي هي مستخدمة فيه سواء جهد شد او جهد ضغط او قص او جهد قص صاقب بيعتبر في الحالة دا الجسم معرض لاجهاد ضغط وهي حالة عكسية لاجهاد الشد نقدر نقول ان انا عندي انواع الجهد اللي احنا استخدمناها او اللي احنا قلناها عندي جهد شد بينشأ عن قوة شد عندي جهد ضغط بينشأ عن قوة ضغط عندي جهد قص بينشأ عن قوة قص طبعا اختلاف القوة هنا او مسمى القوة بيختلف عن من حالة الحالة على حسب القوة بتستخدم في ايه استخدم في الشد يبقى قوة شد استخدم في الضغط يبقى قوة ضغط يبقى جهد ضغط استخدم في القص يبقى جهد قص بالنسبة لجهد القص الصاقب زي ما اتفقنا ان انا بعمل سقوب في المعدن كل خامة عندي اللي هي الخامات المعدنية الشراحة المعدنية اللي انا اقدر اعمل فيها سقوب سواء سقوب مربعة او مستديرة او مسلسة او ايا كان نوع السقب الهدف او الغرض من ان انا اعمل السقوب دي ان انا استخدمها في عاملات التشغيل بتاعتي طيب ما بقدرش اعمل السقوب دي بالمتقاب لان انا عايز شكل مختلف عن الدايرة مثلا عايز مسلس عايز مربع فبستخدم سنبك السنبك ده بيكون الحد القاطع بتاعه اللي هو عبارة عن الشكل بتاع اللي انا عايزه سواء مسلس او مربع او شكل بيضاوي او اي شكل من الاشكال اللي انا اقدر استخدمها عندي في حاجات المشغولات بتاعتي المشغولات المعدنية بالنسبة للجهد زي ما احنا اتفقنا اربع انواع بالنسبة للانفعال اللي هو الجزئية التانية في الباب دوت الانفعال عندي تلات انواع كلمة انفعال يعني ناتجة عن معدل او مسمى او او تعريف الانفعال هو معدل التغير في الطول بالنسبة للطول الاصل طيب الانفعال عندي هنا بيبقى فيه تلات انواع النوع الاولاني اللي هو انفعال الشد النوع التاني انفعال الضغط النوع التالت انفعال القص طيب بالنسبة لانفعال الشد انفعال الشد هو عبارة عن ساق معدني مثلا اثرت عليه بقوة شد نتج عن تأثير قوة الشد ان الساق المعدني ده استطال حصل فيه استطالة طيب معنى كلمة استطالة يبقى ده جهد شد ناتج عن شد للمعدن طيب في الحالة دي انا عندي الانفعال بيساوي معدل التغير في الطول بالنسبة للطول الاصلي يعني بيساوي دلتا لام على لام طيب الدلتا لام اللي هي الطول الاصلي الطول الاصلي بيبقى عندي مثلا لو ساق معدني لام اه بعد ما اثرت عليه بقوة شد بيصبح او بيتغير من لام لام شرطة اللي هو الطول بعد الزيادة لان طبعا قوة شد بتؤدي الى زيادة الايه الجزء المعدني طيب في الحالة دي انا اقدر اجيب دلتا لام اللي هي التغير في الطول عن طريق ان انا اطرح الطول الاصلي من الطول بعد الزيادة فالطول بعد الزيادة اللي هو لام شرطة بيساوي لام لام شرطة نقس لام بيديني الدلتا لام بتاعتي اللي هي مقدار التغير في الطول لو انا عندي الطول مثلا قبل التشغيل كان خمسة سنتي قصرت عليه قوة شد بقى خمسة ونص في الحالة دي عندي هنا اللام اللي هي الخمسة سنتي عندي اللام شرطة اللي هي الخمسة ونص في الحالة دي اقدر اجيب الدلتا لام بتساوي اللام شرطة اللي هي خمسة ونص نقص خمسة يعني بتساوي نص سنتي طيب انا جبت هنا الدلتا لام اللي هي مقدار التغير في الطول طيب مقدار التغير في الطول ده استخدمه ان انا اقسمه على الطول الاصلي عشان اقدر اجيب الانفعال بتاعي او قيمة الانفعال بتاعي اللي هو انفعال الشد طيب في الحالة دي لو انا هقسم نص على خمسة هيبقى واحد من عشر طيب في الحالة انا جبت هنا جود الانفعال بتاع الشد طلع واحد من ايه من عشر طيب بالنسبة لجود الضغط جود الضغط هو عملية عكسية لجود الشد هو جود الضغط ناتج عن قوة الضغط لو انا عندي ساق معدني طولها خمسة سنتي اثرت عليها بقوة ضغط قوة ضغطة الساق المعدني دي هينتج عن تأثير القوة ان هي هتنكمش هيحصل فيها انكماش الانكماش هنا مقدار الانكماش ده اللي هو الدلتالام اللي هو التغير في الايه في الطول طيب لما يبقى عندي دلتالام بتساوي في الحالة دي هتساوي الطول الاصلي ناقص الطول بعد الانكماش لاني طبعا الطول ناقص او قل عندي فبطرح الطول بعد الانكماش من الطول الاصلي فلو انا عندي الساق المعدني خمسة واثرت عليها بقوة ضغط اصبحت اربعة ونص في الحالة دي الدلتالام برضو هتساوي نص سنتي في الحالة دي هقول ان الدلتالام على اللام اللي هي معدل اتغير في الطول على الطول الاصلي هيديني الواحد من عشرة برضو بس هنا مع اختلاف ان ده انفعال انفعال ضغط في الحالة الاولانية كان انفعال ضغط اه كان انفعال شد يبقى انفعال الشد ناتج عن قوة شد حصل فيها استطالة للساق المعدني مقدار الاستطالة او الفرق بين الساق المعدني قبل الشد وبعد الشد دي هيا بقول عليها دلتالام في الحالة في الحالة التانية اللي هو جود الضغط او انفعال الضغط في انفعال الضغط بيحصل ان الساق المعدني بينكمش. فالانكماش ده معناه ان حصل نقص في الطول الاصلي. النقص ده بقدر ان انا اجيبه عن طريق. ان انا بطرح الطول بعد التأثير القوة اللي هو الطول اللي بقول عليه اللام شرطة. بطرحه من اللام بيديني النص سنتي اللي هو الفرق بين الخمسة والاربعة ونص. اه في كلتا الحالتين انا بقسم دلتا لام على لام. اه دلتا لام على لام اللي هي معدل تغير في الطول على الطول الاصل. سواء كان في حالة الشد او في حالة الايه الضغط. النوع التالت اللي هو انفعال القص. انفعال القص ده نوع ناتج عن اه عملية سابقة للقص. يعني بمعنى ايه? بمعنى ان انا عندي وصل البرشام مثلا. اه الوصلة دي متسبتة بمصمر برشام. اثرت عليها بقوة سواء قوة شد او قوة ضغط. فبينتج عن تأثير القوة دي ان المصمر هو اللي بيتعرض للقوة لان المصمر موجود بين القطعتين المعدن هو اللي بيصل قطعتين المعدن مع بعض. زي ما احنا شوفنا في الرسمة الاولينية في في جهود القص عندنا هنا. ان انا عندي اه بيبقى الجزئين معدنيين. ممكن اقول خوص ممكن اقول اجزاء معدنية. اجزاء المعدنية دي بثبتها عن طريق استخدام مصمر برشام او مصمر الووز مثلا ب بسامولة. لما اجي اثر بقوة شد بيحصل ان المصمر ده بيتعرض لقوة شد بين الخسطين. فبالتالي بيحصل له اه اه انحراف. الانحراف ده ان الساق بيبقى اوشك على ان هو يتقص. لما بزود اه القوة شوية بيصل المصمر ان هو ما يقدرش يتحمل القوة. فبيحصل فيه قص. فبينتج عن عملية الشد او الضغط للاجزاء المعدنية ان هو يحصل فيها اه اه اص للمصمر. في الحالة دي بقول ان ده انفعال اص. طيب انفعال الاص عندي هنا اه بيساوي اه سيتا في طه على مية وتمانين. سيتا اللي هي الزاوية اللي انحرف بيها المصمر. لان المصمر قبل ما بيحصل له عملية الاص بيحصل له عملية انحراف. الانحراف دي ليها زاوية معينة. الزاوية دي بقول مثلا انحرب بزاوية ستة او بزاوية تمانية او ايا كان اه مقدار الزاوية. بقسم الزاوية بضربها في طه واضرق وقسمها على مية وتمانين. يبقى سيتا في طه على مية وتمانين. ده انفعال ايه انفعال الاص. طيب لما ييجي اه احنا عندنا الجهد الشد. زي ما احنا كنا متفقين. اه ناتج عن قوة شد. جهد اه والانفعال الشد ناتج عن اه قوة شد. انا اقدر اربط الجهد والانفعال مع بعض. الجهد والانفعال. الكلام ده هنقول ان شاء الله المراء الجاة بس بدي فكرة عنه. ان انا عندي الجهد والانفعال مرتبطين ببعض اه انه هم اه في قانون القانون المرونة بيربط الجهد مع الانفعال قانون المرونة اللي هو الرابط ما بين الجهد والانفعال ده موجود فيه الجهد اللي هو جيم وموجود فيه الانفعال اللي هو دلتا لام على لام وموجود فيه حاجة اسمها معامل المرونة القانون او نص القانون بيقول ان انا عندي جيم في لام بتساوي دلتا لام ايه في اي الجيم اللي هي الجهد اللام اللي هي الطول الاصلي للساق المعدني قبل عملية الانفعال الدلتالام اللي هو معدل التغير في الطول بالنسبة للساق الساق المعدني لما بأثر عليه بقوة شد بيستطيل مقدار الاستطالة بقول عليه دلتالام مقدار الانكماش بقول عليه دلتالام سواء كان انفعال شد او انفعال ضغط في الحالتين الدلتالام اللي هي معدل التغير في الطول الاصلي فانا عندي هنا بقول ان جيم في لام بتسوي دلتا لام في ايه الجيم جهد اللام اللي هي طول الساق المعدني الديلتا لام اللي هي معدل التغير في الطول والاي اللي هي المعامل المرونة احنا النهاردة اتكلمنا عن الجهد بانواعه الجهد عندي انواع او تعريف الجهد هو القوة المؤثرة على وحدة المساحة من مقطع الجسم عموديا انواع الجهد زي ما احنا قلنا جهد الشد جهد الشد برمزه بالرمز جيم شين بيساوي قوة مؤثرة على وحدة مساحة لمقطع الجسم يبقى الجيم شين بتساوي واو على حا اي ان كان نوع المقطع بتاع الساق المعدني اللي انا بأثر عليه فعندي جيم شين اللي هو الجهد الشد بيساوي الواو القوة المؤثرة على المساحة بتاعت مقطع الايه الساق المعدني او الجسم اللي انا بأثر عليه بقوة الشد في الحالة دي يبقى جيم شين بتساوي واو على حا النوع التاني اللي هو جهد الضغط جيم ضغط بتساوي واو على حا برضو مع اختلاف ان تأثير القوة في الحالة الاولانية هي قوة شد وفي الحالة التانية هي قوة ضغط الاختلاف بين القانونين هو اختلاف في مسمى القوة ولكن طريقة الحل واحدة ان انا بقول الجيم شين بيساوي على حا في الشد وبقول جيم ضغط بيساوي على حا في جهد الايه الضغط طيب النوع التالت اللي احنا اتكلمنا عنه برضو النهاردة اللي هو جهد القص اتفقنا ان انا عندي خوص معدنية او اجزاء معدنية الاجزاء دي عايز اوصلها بمصامير برشام لو انا استخدمت القطعتين اللي انا بوصلهم استخدمتهم بصمر برشام يبقى في الحالة دي باستخدم القانون الاولاني اللي هو بيقول لي ان جيم قاف بيساوي واو على حا طيب في الحالة دي انا عندي مساحة اللي هي حا بتختلف عن جهد الشد وجهد الضغط ان في جهد الشد وجهد الضغط بيبقى تأثير على صاق معدني او مقطع معدني لكن في الحالة التانية التأثير بيبقى على مساحة مقطع المصمار اللي انا بستخدمه في عملية الوصل للقطعتين فجهد القص بيبقى الحا هنا موجودة اللي هي مساحة مقطع المصمار او مساحة مقطع الجزء المعدني اللي انا بستخدمه في توصيل الخوص المعدنية ممكن استخدم مصمر برشام ممكن مصمر الووز ممكن استخدم في بعض الحالات في حاجة اسمها كويلة دي ممكن استخدمها لما بعمل عملية وصل لمسورتين مع بعض القطر المسورة الاولى اكبر من قطر المسورة التانية القطر الداخلي اكبر من القطر الخارجي للمسورة التانية وعايز اوصل المسورتين مع بعض واسبتهم مع بعض بحيث ان انا اقدر بعد كده فكهم باستخدم حاجة اسمها كويلة كويلة دي ممكن تبقى مربعة القطاع او مستطيلة القطاع بعمل عملية تأب او تفريق او عمل سقب بشكل القطاع بتاع الكويلة اللي هو المربع او المستطيل في المصورتين وابتدي ادخل الجزء اللي هو المعدني اللي هو الكويلة بين المصورتين فتعمل عملية ربط بين المصورتين مع بعض دي بقول عليها عملية ربط باستخدام كويلة طيب احنا قلنا بالنسبة لجهد الضغط ان انا عندي 3 حالات لو انا عندي خسطين بس ومصمر واحد بقول ان جهد القص جهد القص بيسوع وعلحه في الحالة التانية لو انا عندي جهد القص بس بستخدم عدد مسامير اكبر من اكتر من مصمر واحد ففي الحالة دي القانون بيختلف ان انا بقول ان جهد القص بيسوع وعلحه في نون زادت هنا النون لان النون دي تعتبر عدد مسامير البرشام اللي موجودة عندي في الوصلة فده متغير جديد المتغير ده دخل على القانون بتاع جهد القص فغير الشكل من جيم قاف بتسوع وعلحاه فبقى جيم قاف بتسوع وعلحاه في نون في القانون الثالث انا بستخدم اكتر من قطاع او اكتر من جزء للوصلة لو انا عندي 3 خوص او 3 اجزاء معدنية عايز اوصلهم ببعض 3 قطع معدنية بستخدم ليهم اكتر من مصمار وبالتالي هنا لما اجي اعمل عملية القص انا عندي المصمار هنا لو هو وصل بين قطعتين وشدت القطعتين كل قطعة بشدها في اتجاه عكس التاني او بضغط القطعتين كل قطعة بضغطها في اتجاه عكس التاني فتأسير القوة هنا بيبقى على ساق المصمار فبيحصلوا عملية قص طيب لو انا عندي خسطين المصمارة هتقص بين الخسطين مرة واحدة طيب لو زاد عدد الخوص هنا هيحصل ان انا عندي 3 خوص مثلا فالمصمارة هتقص مرتين فبقول ان انا عندي عدد مستويات القص بتاعة المصمار اللي هي برمزلها بالرمز سين فيبقى القانون عندي ان جود القص بيسوا وعلى حاف نون في سين السين عدد مستويات القص بجيبها منين بقول ان عدد مستويات القص بيسوا عدد الخوص ناقص واحد طيب لو انا بوصل 3 خوص هطرح منهم واحد يبقى هيديني اتنين يعني معنى كده ان المصمار ده هتقص بين الوصلة هتقص في الوصلة مرتين مرة بين الخوصة الاولى والخوصة التانية ومرة بين الخوصة التانية والخوصة التالتة طيب جود القص هنا في الحالة دي بقول ان جيم قاف بتساوه وعلى حاف نون في سين بالنسبة للنوع التالت من انواع الجهد اللي هو جود القص الصاقب من الاسم ان هو بيستخدم في عملية تأب او عمل سقوب للاجزاء المعدنية ايه شراح المعدنية لو انا عندي مثلا شريحة معدنية عايز اعمل فيها تقب التقب ده شكله مسلس او مربع او مستطيل او اي شكل غير شكل الدايرة في الغالب لان الدايرة طبعا باستخدم لها المتقاب انما الاشكال المختلفة التانية باستخدم لها الايه الصنبك وبيكون الصنبك عندي هنا من ساحة المقطع بتاعه بنفس الشكل اللي انا بستخدمه اللي هو بتاع الشكل اللي انا عايزه يعني لو انا عايز اسأعمل سقب مسلس باستخدم السنبك بيكون المقطع بتاعه مسلس بالابعاد بتاعت المسلس اللي انا عايزه لو انا عايز اعمل سقب مسلس طول ضلع المسلس هنا 3 سنتي مثلا يبقى السمبك بتاعي هيبقى مسلس اطوال اضلاعه تلاتة تلاتة سنتي لو عايز اعمل مربع مثلا مربع طول ضلعه واحد سنتي يبقى هنا في الحالة هستخدم سمبك السمبك ده مساحة المقطع بتاعه عبارة عن مربع المربع ده طول ضلعه واحد سنتي طيب في الحالة دي انا بعمل عملية تأسير بقوة بقوة ضاغطة على السمبك ان انا بركب السمبك في الاداية بتاعت السق وبحط قطعة المشغولة على الجزء بتاع القاعدة بتاعت السمبك القاعدة بتاعت السمبك عندي بتبقى وقد نفس الشكل بتاع السقب اللي انا عايز اعمله فبالتالي لما بضغط عندي هنا بالسمبك الضغط بيؤثر على الجزء المعدني اللي هي الشريحة المعدنية لان عندي السمبك زي ما اتفقنا انه هو عبارة عن سق معدني بيبقى الحد بتاعه قاطع بحيث انه هو يقدر يتغلغل في المعدن ويعمل عملية قص للمحيط بتاع السقب نفسه فبستخدم سمبك مثلا مسلس يبقى المسلس ده لما بحط قاعدة القاعدة بتبقى بنفس الشكل بحيث ان انا حط الشريحة المعدنية بين السمبك وبحطها على القاعدة لما بضغط السمبك على القاعدة فبيبتدي السمبك ينزل يتغلغل في المعدن فبيعمل عملية قص وتفريغ للمعدن في المكان المحدد بالشكل المحدد او الشكل المطلوب اللي هو اتفقنا عليه في الاول انه هو الشكل المسلس لو انا عايز اعمل سق بمسلس لو عايز اعمل اي شكل ببقى بنفس الطريقة مع اختلاف ان انا بركب سمبك وقاعدة مختلفين ده بالنسبة لجهد القص الصاقب اللي احنا قلنا عليه هو الهدف منه عملية التأب لأشكال معدنية في مسطحات معدنية سواء بقى المسطح ده عبارة عن صاج او عبارة عن نحاس او الامونيوم او اي خامة معدنية عايز اعمل فيها السقب بالشكل المعين فبستخدم سمبك معين وليه قاعدة بنفس الشكل يبقى اتفقنا ان احنا النهاردة خدنا انواع الجهد الاربعة النوع الاولاني جهد الشد برمزه بالرمز جمشين بيسوه وعلى حه الواو القوة المؤسرة والحه اللي هي مساحة مقطع الشكل اللي انا بأثر عليه بالقوة النوع التاني اللي هو جهد الضغط بيسوه وعلى حه برضو في الحالة دي القوة هنا عندي بتبقى قوة ضغط بتؤثر على مساحة المقطع بتاعت الشكل اللي انا عايز اأثر عليه اللي هو السقب المعدني ففي الحالة دي بيبقى تأثير القوة قوة ضغطة النوع التالت اللي هو جهد القص واتفقنا ان جهد القص ما بيقعش على الوصلات نفسها لكن بيقع على الخامة اللي انا باستخدمها سواء مصمار برشام او مصمار على ووز للربط بين القطعتين وبعض في الحالة دي المصمار هو اللي بيحصل له عملية القص مش السقب المعدني او الاجزاء المعدنية اللي انا بوصلها طبعا اختلاف عدد الخوص واختلاف عدد المسامير بيختلف معهم القانون ان بيبقى في الحالة الاولينية لو عندي خسطين ومصمار بقول جيم قاف بتسوع وعلى حا في الحالة التانية لو انا عندي وصلة معدنية الوصلة المعدنية دي مكونة من مصمارين فبقول ان جيم قاف بتسوع وعلى حا في نون الحالة التالتة لو انا عندي وصلة مكونة من ثلاث خوص بيستخدم اكتر من عدد من مصمار يبقى جيم قاف سوع وعلى حا في نون في سين ده بالنسبة لجهود القص جهود القص الصاقب ان انا بستخدم صنبك في عملية التفريغ بتاعة الشريحة المعدنية بالشكل اللي انا عايز وبكده ان شاء الله نكون احنا اتكلمنا عن الجهد وانواعه واتكلمنا عن ادينا فكرة عن الانفعال اللي احنا ان شاء الله هناخده المرة الجاية اه اشكركم واترككم في رعاية الله وامني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة